اتناقل ناشطون على مواقع تواصل اجتماعي فيديو لمواطن بيهدد بقات الأطفال بسبب الفقر وبيظهر بالفيديو كيف قام أحد المواطنيين بفتح أسطوانة الغاز على الأطفال وهدد بقات لهم وأشار أنه ما فيه مال ليطعمهم واتبينت أراء المعلقين على الفيديو بين متعاطف مع وضاع المواطن الاقتصادية الصعبة وبين رافض الأسلوبه بالتعبير عن فقره وتعريض حياة الأطفال للخطر دعونا نتابع الفيديو السلام عليكم مشان ارتفاع الخبز لو يشهدوا ترفعوا أنا مش قادرة طعمي هذول الأولاد اللي صغار يعني خليهم يشحدوا ولا يسرقوا ولا يوقفوا على إشارات وين الحكم وين أبو الشيح وين أبو حسان وين فواز الزعبي يعني افتح الجرة يعني اخلص من أم الحياة يعني ما تسولنا حل يعني ما تسولنا حل يعني ما تسولنا حل وبعدها المعافي وبعدها وبعدها التداول الكبير للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اتمكنت إدارة حماية الأسرة من تحديد هوية الشخص ومكان سكنه وتحرك الفريق للمنزل وتم الإطمئنان على صحة الأطفال الأربعة وتم استحابهم وأمهم لقسم حماية الأسرة وبنفس الأسبوع أقدم رجل على إحراق مركبة بحجة ارتفاع الأسعار وتم تصويره وتداوله بالشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي يا اللي تخافون الله يا المسؤولين المرة تقول صار السبوع ما كانت خبز ولا عندي كاز عدفة لبناتي اليوم جيتها من جمدين يا ناس يعني عشي غصب عني جبت سياكي حطيتها على الشارع وأنا أحركتها مشان أوصل رسالة لجلالة الملك وللمسؤولين يا ناس الشعب الأردني كويس الشعب الأردني حافظ على بلده الشعب الأردني العمل والعمان الشعب الأردني جاب اللاجئين عنده السوريين والعراقيين والليبيين من كل الدول العربية البلد الأردن الله ببارك فيه وكمان هالأسبوع الدول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب بهدد بالانتحار من علو إحدى البنايات في منطقة دواري السابع وبحسب الفيديو أنه الشخص اللي حاول الانتحار جلب اتنين من أبنائه معه وبيطالب بحقوق بأعادته إلى وظيفته بعد فصله من وزارة الأشغال صراحة بالفترة الأخيرة عم نسمع عن محاولات انتحار كتير وبحسب الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي عم بنلاحظ أنها منتشرب طريقة كبيرة وقبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي ما كنا نسمع عن مثل هيك حالات وردود فعل الناس على السوشال ميديا تباينت البعض اتهم الأوضاع الاقتصادية وبعض الناس ربطت هذا الإشي بعوامل نفسية عند الشخص نفسه طبعا ما منقدر نطلق تعميم ونحط رابط مباشر بين أي شخص بينشر محتوى سلبي على الانترنت وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي ونحكي أن هذا الشخص مضطرب نفسيا أو في عنده مشكلة نفسية معينة ليش؟ لأنه في كتير عوامل بتلعب دور بين هذا الفرد وبين أي تصرف اجتماعي هو أصلا بمارسه الأفراد مجموعة من التفاعلات أولا الداخلية فالشخص من أول ما ينولد بيكون في عنده صفاته الجينية المميزة إله بيكون في عنده نطجه عوامل النطج تبعته أفكاره اللي بيحملها أسليبه لحل مشكلاته بس مش هو لحاله اللي بتفاعل بالنطاق الفردي هو في عنده أسرة بتتفاعل معاه وخاصة في السنوات الخمس الأولى من عمره بعدين في مجموعة من الرفاق والأقران المدرسة الميديا وأيضا العوامل الاقتصادية والاجتماعية فهون منيجي بنحكي أنه هدول الأشخاص اللي بمارسوا أي تصرف اجتماعي بعيدا عن إذا كان بوسائل التواصل أو بالحياة الاجتماعية الواقعية هم أشخاص في مجموعة من العوامل اللي بتلعب دور معهم مش إنهم هم فقط مضطربين نفسيا السؤال هو هل الناس صارت تستغل السوشال ميديا لتحصل على مطالبها وبالطرق اللي بيستخدموها واللي بتستعطف الناس مثل الانتحار وهل استخدام الناس للأطفال بالمطالبة بحقوقهم ومطالبهم صارت الطريقة الوحيدة لتلبية النداء زي ما بقولوا نزلنا على الشارع لحتى نسأل الناس ونشوف شو رأيهم بالموضوع وهل هم مع أو ضدها الطريقة بالتعبير خلينا نشوف شو رأي الناس الواحد لما بدي ينتحر يعني شو بدي يسوف وبعدين مين الحكومة اللي سأل عنه يعني انتحر راحت راحت عليها مزبوط ولا لا والله أنا شايف أنه بالموضوع من الأحيان بكون مش جاده في كل المحاولين بس شغل الترهيب أو ترهيب أو نفت نظر مش أكثر والله هذا لا يكون مفقد أول حياته مفقد دينه يعني نحن ديني الحنيف الحمد لله بيوصينا بأنه هذا الانتحار حرام وحرق النفس حرام إذا كان فيه أي اسلوب تاني ممكن التبعوه غير هذا الاسلوب وما اسلوب الحرق وهذا أشي ما ما أتوقع أنه حتى في كل عمزهم الديانات يعني بتحرم الانتحار والحرق أي إشي بالانتحار هذا مش صح مش صح بالمرة وشو ما كان السبب شو ما كان الدافع غلط غلط يعني ما فيه أي إشي المفروض يوصل البني آدم لهذا الإشي حتى لو كان الفقر حتى لو كان الطفر بمعنى عمية يعني شو ما كان لا غلط ومش صحيح أكيد تصرف زي هيك يعني يكون عندهم مرض نفسي ما أبعرف بيكون عندهم فيه إشي يعني بعدين لو انتحار يعني لا راح يحل ولا يحرب الشغلة على الفعدي هذا هاي ابتزاز الحكومي إيه اللي بدي ينتحر ينتحر لو عنده شخصية وإشي قوية ينتحر ليش ما ينتحر بس هم ابتزازها للناس وللعالم وهذا مش تصرف هذا غير لا أقل يكون بني آدم من ظروفهم ومن اللي بمروا فيه لما واحد يلاقي واحد مليونير بيقب الأكل ومستائل وواحد بيدور على الخبزة على الزبالة لابنه شو بيكون مصيره وهذا مش حاسس في هذا وهذا مش حاسس في هذا وهذا مش حانين على هذا وهذا مش حانين على هذا ما هو ارحموا ما بالسماء يرحمكم ما في الأرض يعني قال كل مبادرة حكية تخلف الجهال لم تخدهم اللي بدهم بحالوا عمرهم خليهم موت ليش ينحروا حالهم هذا غلط الله قال لي ينحر حاله عجهال لم تنروح مضبط له هذا منه شفايد ليش نحر شال زلم ولا مرة حتى حرام يكرر الفاتحة الروح الوحل لما نيجي نحكي الآن إحنا أمام ظاهرة اجتماعية شخص بيقوم بتصوير نفسه مشكل تهديد لنفسه أو لآخرين حوله بيحاول من هذا التهديد يوصل لأكبر عينة موجودة من المجتمع لتعززه أو أقلها بالنسبة إله وي إنها تشوف شو اللي قاعد عماله بيسويه ليوصل الفكرة تبعته لو كانت الفكرة إيجابية منيجي بنحكي هذا شيء اجتماعي جدا رائع لكن المشكلة عندنا بين إنه بعض الأفكار اللي تنشر في المجتمع من بعض الأفراد هي أفكار سلبية طب كيف إحنا نقدر إنه نقي أنفسنا بداية والمجتمع كل آياته يقي نفسه من هاي التصرفات اللي إحنا عمالنا منشاهدها بداية بدنا نرجع للفرد نفسه إحنا كأفراد لازم لنقدر نوجه انفعالاتنا بطريقة سليمة وجيدة ويكون في عنا إدارة لهاي الانفعالات لازم نبدأ بالأول من الأسرة بغض النظر حتى عن جينات اللي إحنا مكتسبينها واللي إحنا بتيجينا من الوراثة الأسرة إذا كانت حاضنة محبة إذا كانت الأسرة بتسمع لآراء الأفراد كل إياتها اللي حواليها بحوار ومحبة رح تنتج شخص بقدر يتفاعل مع أقران وتفاعل إيجابي هدول الأقران رح يكون تفاعلهم إيجابي السلبي لأنه السلبي إذا أبعد عن أسرته ممكن أنه يتجه نحو أقران سلبيين إذا كانت المدرسة أيضا بتعطي مساحة كويسة من التعبير وفيها مغطية بمناهجها مساحات مختلفة من التفكير عشان ما يصير في عنا أفكار لاعقلانية هاي المدرسة قاعد عمالها بتنتج فرد قادر على تحقيق هويته وقادر على مستقبلا على الإنتاج بالنسبة للمجتمع وهو طرف جدا مهم في هاي المعادلة وما منقدر إحنا نيجي نحكي أنه العوامل الاقتصادية والسياسية ما إلها علاقة وأنه هي موجودة وبتأثر علينا لكن هل إحنا في عنا أسلوب لحل المشكلات أصلا؟ هل إحنا منستطيع أنه نحط الأسباب الحقيقية وراء سلوكاتنا؟ المجتمع دوره بدل ما وبصراحة يعمل على نشر هاي المحتويات من خلال لايك شير أو أي تفاعل ما واللي من خلاله قاعد عماله بصير معاي شغلتين أول إشي إحنا منعزز هذا الفرد اللي ممكن كان بدي يقذي حاله أو يقذي الأشخاص اللي موجودين حواليه وبالتالي هنخليه كرر المحاولات الأصعب من هيك أنه فيه أشخاص تانين بتتراودهم هاي الأفكار بس ما عندهم كانت جرأة أو شجاعة أنهم يقفوا قدام كاميرا ويعملوا هذا الإشي فإحنا قاعدين عمالنا زي كأننا بنحكي لهم إحنا موافقين على الإشي اللي أنتو بتحكوه بغض النظر عن الكتاب اللي هنحطها بالكومنت فإيش اللي بصير معنا؟ أشخاص آخرين إذا صار في عندي ظاهرة اجتماعية كاملة قاعد عمالها بتأثر على الأشخاص اللي أصلا هم مارسوا الفعل وعلى الأشخاص اللي قاعدين عمالهم بفكروا أمر آخر جدا مهم هو أنه إحنا كأشخاص وخاصة جماعة علم النفس ما بنقدر نحكي أنه كل هاي العوامل اللي إحنا حكيناها هي عوامل مباشرة مية بالمية لكن إذا اعملنا على الوقاية من بعض هاي العوامل إحنا منتوقع أنه نوصل لحد يكون في المجتمع قادر على إدارة نفسه إدارة سليمة بدون أي مشكلة